بسم الله الرحمن الرحيم أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائي أدريسي مقرر جبرى المصفوفات ومع الدرس الخامس وهو آخر دروس الوحدة الأولى عن المصفوفات واستخدامها في حل الأنظمة الخطية بعنوان المصفوفات القطرية والمثلثة والمتماثلة فهو يتناول هذه المصفوفات المميزة وخواصها وغيفية استخدام ذلك في حل المسائل أهداف الدرس التعرف على مفهوم المصفوفات القطرية والمثلثة العلوية والسفلية والمتماثلة اثنين التعرف على خواص المصفوفات القطرية المثلثة سواء كنة علوية أو سفلية والمتماثلة وأخيرا إتقان العمليات على تلك المصفوفات والآن أحبتي مع أول أنواع هذه المصفوفات وهي المصفوفة القطرية Diagonal Matrix لا بد أن تكون هذه المصفوفة مربعة العناصر فوق وتحت قطرها الرئيسي عبارة عن أصفار المهم أن العناصر فوق وتحت القطر الرئيسي عبارة عن أصفار بغض النظر عن الأعداد التي في القطر الرئيسي يمكن أن تكون كلها واحد كما في مصفوفة الوحدة من أي بعد يمكن أن يكون القطر الرئيسي أيضا عبارة عن أصفار كما في أي مصفوفة صفرية مربعة وكما في المثال الأول هنا أعداد 2 وسالب 5 وفي المثال الثالث أعداد 6 سالب 4 صفر يعني يمكن أن يكون بعضها أعداد غير صفرية ويمكن أن يكون بعضها أصفار قيفية إيجاد معكوس المصفوفة القطرية سهل جدا فإذا كان عندنا مصفوفة قطرية عناصر قطرها الرئيسي D1 وD2 إلى Dn فإن معكوسها يأتي ببساطة بمعكوس هذه العناصر للتمثل القطر الرئيسي أو بمعنى صح مقلوباتها فنأتي بواحد على D1 واحد على D2 وهكذا إلى أن نصل إلى واحد على Dn فإيجاد معكوس المصفوفة القطرية سهل جدا وهو أن نأتي بمقلوبات القطر الرئيسي بشرط أن لا يكون أحد هذه العناصر صفرا فإذا كان أحد هذه العناصر صفرا كانت هذه المصفوفة القطرية من نوع Singular أي ليس لها معكوس يعني شرط أن يوجد معكوس للمصفوفة القطرية هو أن يكون عناصر قطرها الرئيسي غير صفرية فإذا كان أحد عناصر القطر الرئيسي صفرا لم يوجد لهذه المصفوفة معكوس على سبيل المثال لو أخذنا المصفوفة A تساوي 2,0,0,3 فإن A مينسوان بكل بساطة هي مقلوبات تلك الأعداد نص وثلث والباقي أصفار Power of Diagonal Matrix كيف نأتي بأس لمصفوفة قطرية ببساطة Dk يأتي بأن نرفع أس كل عنصر من عناصر القطر الرئيسي إلى هذا الأس D1k D2k إلى Dnk فعلى سري المثال عندنا المصفوفة A عناصرها 1,0 0,0,3,0,002 لو أردنا أن نحسب A مينس وان بكل بساطة نأتي بمقلوبات القطر الرئيسي وهي 1 على 1 بواحد 1 على سالب 3 سالب ثلث 1 على 2 نصف إذا أردنا أن نأتي بـ A أس خمسة ما علينا إلا أن نرفع عناصر القطر الرئيسي إلى الأس خمسة فواحد أس خمسة يساوي 1 سالب ثلاثة أس خمسة حينما تكون السلب مرفوعة لأس فردي تخرج سالب وثلاثة أس خمسة 243 2 أس خمسة 32 ونضعها في القطر الرئيسي كما ترون إذا أردنا أن نحصل على A أس ناقص خمسة أي المعكوس لهذه المصفوفة A أس خمسة فكما نعلم أنه يجوز التبديل بين الأس والمعكوس فA أس ناقص خمسة معناها A أس خمسة ثم نأتي لها بالمعكوس فA أس خمسة حصلنا عليها من قبل نأتي لها بالمعكوس بأن نأتي بمقلوبات هذه الأعداد فمقلوب الواحد واحد ومقلوب 243 واحد على 243 بإشارة سالبة ومقلوب 32 هو واحد على 32 ومقلوب 13